السلام عليكم أصدقائي خمس لاعبين وسبع مدربين هنا محاورنا لليوم ونحن اتفقنا قبل فترة انه غالبا هذا سوق الانتقالات هيكون سوق المدربين بمعنى الكلمة ففي عنا حاليا بعض اللاعبين قاربين وممغادرت اندييتهم وفي عنا كثير من المدربين بعضهم اقترب من التعيين والبعض الاخر بحق على صلعته وربما يقال وربما يبقى لهذا كنت أطول عليكم كما تعودنا إذا أردتنا على اليوتيوب اشترك وفعل زر الاشعارات على الكل حتى يوصلك اشعار بكل فيديو جديد يميزل على القناة تفعيل زر الاشعارات على الكل انتبهوا مو فقط فعل زر الاشعارات على الكل لا تدركوا مخصص وبمناسبة زر الاشعارات اشكركم على شيء واعتب على شيء هلا أنا من النوع ما بيطلب لايكات كثير وهي الأمور يعني بذكرها بسرعة وبضل ما اشيء بس بدي هيكة اشكركم على الشغلة واللي هي انه ما شاء الله عنك كمعدل بالقناة معدل الناس اللي يفعلين زر الاشعارات وتجاوب وتفاعل المشتركين بالقناة هم عملاق جدا بتقييم يوتيوب طبعا عملاق بمعنى الكلمة يعني اللي بيشترك خلاص اشترك ومتابع بشكل دائم ما شاء الله كمتوسط طبعا نتكلم لكن وين احنا عنا مشكلة عنا مشكلة بالتفاعل بحد ذاته على كل فيديو يعني الكل بتابع الكل الأمور ممتازة لكن ما في تفاعل فكرة اللايك والتعليق تحديدا وحبايب لما انت بتكون عاجبتك قناة وبدك ياها تكبر توصل لناس اكتر اذا انت يعني حابب هذا الشخص معناها انت بدك تدعمه اوكي بدك تدعمه لايكات 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 والتعليقات هدول اهم شيء واذا فيك تشير الفيديو بتكون فضلت على عائلك الا فضلوا الى التفاصيل وكونوا محاورنا كتير فحتكون سريعة مقتضبة بنبدأ من اقليم الاندلس يوسف النصيري مهاجم اشبيلية الاندلسي من المقرر بانه يغادر النادي بهذا الصيف وهذا شيء بحسب تأكيدات من رودي غاليتي واللي بيقول بانه كتير من الاندية سواء من السعودية او حتى من انجلترا قدمت عروض لهذا اللاعب وبتستكشف امكانية التعاقد معه بالنسبة لا اشبيلية جاهز وما عنده مشكلة ليستمع العروض لكن بمبلغ يتراوح من 15 الى 20 مليون يورو بكل امان يوسف النصيري مهاجم جيد بل انه كلمة جيد بيعتبرها اقل تقدير بالنسبة له واكيد يستحق التجربة تكون اكتر واكتر وربما تكون على لفل اعلى حطونا انتوراكم بالتعليقات وين بتحبوا تشوفوا يوسف النصيري تحديدا مع الموسم الجديد انا جخصيا بتمنى بكل امانة يبقى في اوروبا ما بيهم لكن المهم يبقى في اوروبا اما محورا تاني فهو تشافي سيمونز تشافي سيمونز واللي كل فترة وفترة بيرجع يعني فابريزي رومانو ما عنده غير شغل فيه تغريدي عاملة هيك تقريبا بخمسطعش مايو هو برجع كررها طبعا وكل خمس دقائي برجع بعملها ريتويت 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 اعارة تغريدة شو الفكرة وشو قصت فابريزي رومانو وشو قصت هاد الموضوع باريس سين جرمان مصر انه من الاخر انا بدي زلك وزل بارشلونة هيك هيك نظرة باريس انه انا ليك بيع ما حبيعك ومعي ما حتلعب واعارة حصرة غير اعارة ما بتطلع اما بتضل مع نفس الفريق اللي انت معه حاليا او بتطلع اعارة على نادي هين لكن بارشلونة يفضل لا يفضل انتبهوا هلا وين المشكلة المشكلة انه بيوضح فابريزي رومانو انه القرار بالنهاية لللاعب يعني غالبا لللاعب هو اللي بيقرر النادي اللي حابب ينضم له كتير من التقارير باسبانيا بكتالونيا تحديرنا بتتكلم بانه تشافي سيمونز بيرغب بانه يرجع ويجرب مرة ثانية مع بلاوغيرانا بارشلونة وانه يكون الموسم القادم بصفوف النادي الكتالوني لكن بعضهم عم يشير للصفقة على اساس الشيراء بشكل دائم سواء الى بارشلونة او حتى غير نادي يعني فبريزي رومانو بيرجعوا بيأكد للمرة المليون انه لا يمكن باريس انجرماني يستغنى على اللاعب غير اعارة لا يمكن ابدا كل الاخبار اللي بتظهر عنه حاليا احباء الكرام هي تقريبا بتقدروا انتو تفلتروها بكل بساطة وتعرفوا اي خبر بيتعلق او صيغة بالطريقة اللي طرحناها حاليا فهذا هو الصحيح حاليا اما بالنسبة لبرشلونة شوفوا نصيحة مني الكن بعد ما يتعين هنزف لك وقتا منحكي بالصفقات وقتا منحكي بكذا كل ما يشاح حاليا هو مجرد كلام صحفي لا اكتر ولا اقل سطوني لانه المدرب بالاساس لسه ما استلم بشكل رسمي ربما يوصل على المطار يوصل على مكاتب برشلونة ويبطل يوقع حتى اللي مستحيل لا مو مستحيل وصارت كثير كثير مع لاعبين ومع مدربين كمان وكان اخر هن توماس توخيل لما وصل العقد على طاولته ومسك القلم بده يوقع انتبه انه العقد موت 3 سنين فبطل يوقع حمل حاله وقالنا السلام عليكم ومش اما محورنا الثاني فهو ايريك غارسيا وباير ليفر كويزين ايريك غارسيا محور نادي جيرونا الاسباني حكينا عن هذا اللعب قبل فترة وحكينا انه ممكن يكون واحد من خيارات برشلونة لما عملنا فيديو انه شو ممكن يكون فيه خيارات بالنسبة للنادي الكتالوني وهو هي احتياجاته وشو هو اللاعب اللي ممكن يدعم وسط برشلونة تحديدا على مستوى المحور المزوجد حديدا يعني كونه اللاعب يلعب تقريبا اقرب لبوكس تو بوكس فوقته ذكرنا ايريك غارسيا من نادي جيرونا لكن لمحنا بعد فترة بانه انتبهوا في عندنا شابي ألونسو بكل تأكيد بيحاول يتواصل مع نادي جيرونا ويستفسر عن ايريك غارسيا فساء البارحة بيطافة بريزو روماني وبأكد بانه فعلا تواصل باير ليفر كويزين مع ايريك غارسيا في اكثر من مرة وهم سيحاولون قلال هذا الاسبوع التقدم في هذه الصفقة وهم غاثقون من اتمامها وصل مع الموضوع مع ليفر كويزين لهذه الدرجة شابي ألونسو معجب جدا باللاعب وطالبه بالاسم انه انا بدي هذا اللاعب تحديدا وانا ما بستغرب بك الاماني لانه بعد ما يجدد شابي ألونسو وعقده مع ليفر كويزين اتوقعنا انه يكون فيه تدعيمات ما حيجدد هيك هباء من بس هيك مجرد كلام يعني لانه لما بدأ الموسم مع بدايته كان عندك مين محور مزدوج شاكا انت جلبته كلاعب خبرة وكان عندك بلاسيوس وفيه لاعب ثالث بيبدل معهن بس اذا تقدم ليفر على الاقل قريب من المستوى اللي قدمته هذا الموسم يعني اللي انتهى حاليا طبعا الموضوع صعب لكن تحاول تبقى بالقمة قدر الامكان وتبقى تنافس فلابد من تجدير الدماء وتعمل دائما حيوية ولاعبين جدد واكيد هذا المتوسط اللي عندك صعب جدا يكررلك بكل امان الموسم اللي راح يعني ما بدأ نضحك على بعضنا حتى بالاسيوس نفسه بنص الموسم حلس فايريك غارسيا بكل امانة صفقة منتقات بعناية بمعنى الكلمة اذا اكتملت لليفر كوزين اما اذا ما نمر شوي الى استون فيلا بدأ احكي عن لاعب تذكروا فيليبي كوتينيو 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 ايه ما يغيره كان يلعب مع برشلونة ما بعرض اذا جماهير برشلونة بيتذكروه كان يلعب مع ليفر بول كان قريب بمرحلة من المراحل لو انه مرحل الى برشلونة ممكن يكون واحد من اساطير هذا النادي ليش لانه كان وقته عم يبدأ يورجنو كولوب يبني هذا النادي كان ممكن يعمل العجب معه لكن انتقال الى برشلونة صفقة كانت غير مفهومة بعد دوهان هنا وهناك الان هو مع اسطن فيلا للناس اللي ما بتعرف لانا ما بيستغرب انك ما بتعرف لانه بالاساس ما اشارك عمليا يعني انا ما بذكر اني شفته بالملعب ما بعرف اذا نزل بديل باوقات بدل ضائع ما الى ذلك او هيك انا ما بعرف اذا اناي امري استخدمه بالاساس لكن ما له شغل ابدا 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 اللاعب حاليا اللاعب منفتح على الخروج من اسطن فيلا لانه اناي امري ما بده اياه ابدا اناي امري ما عم يعتمد عليه بالاساس فاكيد ما هيعتمد عليه كمان للموسم القادم اما بالنسبة لا اسطن فيلا فهم يطلب مبلغ بين 6 الى 8 مليون يورو يعني سبحان الله انا وقت قرأت الرقم عفوا 6 الى 8 مليون جنيه استرلين يعني قرابة 10 مليون جنيه 10 مليون يورو لما قرأت الرقم صفانت هيك بينه بالحالي انه فليبي كوتينيو يعني اللي كان بيوم بلحظة من اللحظات اغلى صفقة بتاريخ برشلونة ما بعرف بزل او تاني اغلى صفقة بتاريخ برشلونة هو او عثمان دنبلة كذا يعني رقم فلكي ما بهمنا يعني بغض النظر اليوم 10 مليون يورو وعم يبحث عن نادي ياخده بعض الانباء بتقول لك انه كمان اسطن فيلا منفتح على فكرة انه ممكن تكون الموضوع يعارى يعني ما يكون بيع وربما يروح الى نادي داقاما كذا ما بعرف نادي برازيلي تخيله لو ممكن يروح لهي الدرجة وصل الموضوع مع فليبي كوتينيو انا بكل امال يبعتبر الموضوع موضوع قرارات من الاساس يعني للتوضيح اكتر بدي احكي انه تعثر مسيرة كوتينيو هي متعلقة بقراراته الشخصية هي بحل ذاته مو دائما للعب لا اسم كبير مثل برشلونة او ريال مدريد ممكن يكون خطوة صحيحة على فكرة ممكن ببعض الاحيان تكون الصفقة بحد ذاته اساسها مو مفهومة ومو منطقي مثلا كلام ادارة برشلونة بهديك الايام انه سنجلب كوتينيو لتعويض من اني يسته شوف يا كبير الفارق انت بالمراكز بالوظائف وحتى بوضعية الفريق بهذاك الوقت وعلى سيرة استون فيلا في عنا المدرب اوناي امري اثر اوناي امري هذا الرجل الرهيب يا جماعة ما استون فيلا اللي عمي عمله عجب ما شاء الله بعد ما قادوا التأهل الى دورة ابطال اوروبا على فكرة قبل شهر جددوا له عقده المدرب عطواه عقد طويل انه مددوا للمدة سنة اضافية اللي حصل البارحة اجتماع جديد تمديل عقد مرة تانية انتو شفتوا مدرب بيجدد عقده مرتين بشهر بشهر بيجدد عقده مرتين الان عقده حتى عام الفين وتسعة وعشرين شوفوا لأي درجة وثقانين بالرجل يعني جاء من الجنون بكلامان مع راتب اعلى ونظرة اكتر انفتاحا وتفاؤلن المستقبل انه ربما يدعموا له الفريق ربما كذا ربما كذا فحيكون نادي اسطن فيلا ربما عن جد من الخطرين بالموسم القادم ربما بعض اللاعبين اللي عم نتكلم عنهم بعض الناس تتكلمك عن موسى ديابي دوغلاس عندك مأكين يعني عم يتكلمون الناس عن بعض اللاعبين انه ممكن يخرجوا الى اندي اخرى لا انا شايف اسطن فيلا على فكرة مناص صعب جدا انك تقنعون يعني الموسم الماضي لما كانت الناس عم تتكلم انه اسطن فيلا ممكن يخسر لاعبين كان عم يدعم صفوفة ويشتري صفقات هذا الحكي على مدة موسمين مو بس موسم واحد فواضح ان اسطن فيلا حيكون رأس كبير بالموسم القادم اما بالنسبة لأوناء امري شو قصة هذا الرجل و وليش هذا الشي اللي عم يصير معه فكرة انه ابنع مع نادي اسطن فيلا تحديدا هلأ في عنا جواب عابر كنا نحكيه بشكل دائم وطبعا انا مقتنع بهذا الكلام انه هو مدرب تشعر انه ما بيستحمل الضغط العالي كتير يعني هو شخصيته ما بتستحمل الضغط العالي ربما ربما هذا الشي على فكرة يعني انا ما بيستغرب هذا الشي وانا من الناس اللي مؤمنين بهذا الموضوع بس عندي تفسير اضافي وفقا لمعلومة هذا الرجل قوى لغته الانجليزية قدر الامكان قدر الامكان قواها وتاني شي عم يستخدم مدرجمين محترفين طبعا هاي الخلاصة ربما يجي وقت نعمل فيديو بس عن انا امري على الفكرة شو اللي يفرق معه بهذه الفترة سهلا ممكن تقول لي تعالي يا ناسيم هل تعالي تعملي موضوع اللغة وكذا نعم يا صديقي اللغة هي عامل أساسي بالتواصل عامل أساسي هي العامل الأول بالتواصل هي العامل الأول لإيصال فكرة ليشرح فكرة ليشرح انطباع بالأساس يعني فما بولك لما تشرح تكتيك تشرح شيء معين كذا أحيانا بعض المصطلحات بتفرق معك فهذا الموضوع فرق كتير مع انا امري وسهل من لغة التواصل والحواجز الموجودة بينه وبين اللاعبين وحتى بين الكادر الإدارة المساعد أو حتى بين الإدارة بحد ذاتها فأفيني ولمبروك لأنا امري بكل أمانة مستحقة بس بدنا منك وليواتكنزب معيتك الموسم الجاي قريب من إغلاق صفقة تياغو موتا موتا هيكون هو مدرب اليوفي السيدة العجوزة القادم بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات هذا الشيء اللي بيأكله فابريزو رمانا وبيحكي بإنه خلال الساعات أو الأيام القادمة سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي الصفقة طبعا كانت متوقعة حاكينا عنا أكتر من مرة لكن ما عم إجرؤ اتكلم كتير عن وضوع التفاؤل التشاؤم شو ممكن شو هو مو ممكن الله أعلم ليش لأن الموضوع ما بيتعلق فقط بتياغو موتا بيتعلق أيضا بالنادي بحد ذاته ثقافة النادي من هناللعبين اللي ممكن تدعم فيهن يعني أنا صح كنت لوم مسي مليانو اللي قريب بشكل كبير لكن طبعا لازم نعطي المدرب حقه ونعطي أنه أخي السكواد مو كامل مو سكواد يوفينتوس من الآخر مو سكواد نادي بنافس بالقالتشو مو سكواد نادي كان مسيطر على إيطاليا برمتها لكن بتمنى كل التوفيق لموتا مع السيدة العجوز ورح نضل بإيطاليا لكن رح نتكلم عن الرجل كتير 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 عشاق السيدة العجوز بيحبوه وأنا على رأسهم مع شوقي أنطونيو كونتي لكن على أعتاب مين على أعتاب نابولي نابولي واللي اقترب من حسم صفقة تعيين المدرب أنطونيو كونتي كمدرب لنادي ديوغو أرمندو وما إلى ذلك لكن ما كتبتمنىها التم يعني أنا بحكي لكم إياها هيك من الآخر ما كتبتمنى التم لنابولي تحديدا يعني كونتي لحد الآن بتمنى كنتشوفه معنا ديوغو فينتوس يرجع ليوغو فينتوس ما عليش رجعة تانية يحاول جرب مرة بس ما بعرف شو الفجوة اللي بينه وبين الإدارة أما مع نابولي فأنا ما بدي يصير فيه مثل اللي حصل مثلا بتوتنهام على سبيل المثال لأنه كونتي المطرح اللي بيدخل فيه بيدعاس بيدعاس على الدور اللي بيدخل فيه يعني بيكسر الدنيا بمعنى الكلمة فما بدي تجربة إنجلترا تتكرر معها كونتي بمعنى الكلمة صنع الأمجاد سواء مع اليوفي أو حتى بيموسمع مع انتر بس خلينا بموضوعنا الأساسي واللي هو موضوع نابولي الإيطالي نابولي طبعا بقيادة الرئيس ديورينتس قريب من الانتهاء من الملفات والتفاصيل القانونية مثلا بيوصف فابريزيو رومانو حيتوصل إليها بالقريب العاجل ويتم إعلانه بشكل رسمي كمدرب لنادي جنوب الإيطالي وهون بكل أمانع بس عندي تعليق على ديورينتس يعني أنا ليش خايف على كونتي يعني اللي أحكي لكم هي القصة كلها أنا بعتبره رجل آسف بس هو رجل مخبول بعتبر يعني زالمي عشداب من الآخر ديورينتس زالمي صاحب نادي بس بتشعر أنه خيو هيك بيكون أنا عاد شو بيطلع براسه عميدة خانسي كارا شو بيطلع براسه بيسوي يعني يمكن شي يوم لو طلع براسه أنه خيو تطلع مرادونا من الأبر ونخليه لعب مثلا تعال نجلب مبابي هيك نخرب الدنيا كلها وندفع كل شي ونجلبه أحيانا بيجومس فرد مرة بيضال 4-5 سنين ما عم بيبيع ولا لعب مرات بيجمع لك فريق بجنن شي غريب بتحس القصة ماشي معه يعني على البركة عحسب شو كامشي القصة عرفتو كي هيك مخزة لما شغال دولورنتيس هو نفسه اللي بعد ما فريقه حصد اللقب مع لوتشانوس باليتي ونابوليا سلام وكفارة سخيلية يا سلام من هذا الكلام فجأة هيك انتهى الموسم حصدوا اللقب بعد غياب سنين لسنين هيك طلع براسه وشغله وبدون سبب علق هو اللي تشانو سباليتي وقال له الله معاك طردو هو بكل كادر الفني وراح مين جاب جاب رودي غارسيا رودي غارسيا واللي هو كان مدرب النصر مثلا منعرف كان له تجربة بالمملكة العربية السعودية لكن يعني مو على قد الطموح عدم المؤاخذة يعني رودي غارسيا مكان جسباليتي اللي كان مكسر الدنيا بايطاليا شو حصل بنابولي حرفيا اختفى بمعنى الكلمة والريح والجاعة ميلطش فيه فقعد معاه جلسة واحد يجاهبوا هو الكادر كاملا وزدتنا من الباب مباشرة وراح بعدين جلب ماتزاري مين ماتزاري ما بعرف يعني كمدربية شو الفكرة ما بعرف شو عم يطلع براسه هذا زالي ما بعرف بس اللي حصل انه نابولي لورا اكتر واكتر واكتر فالآن فكرة كونتي مع نابولي متحمسلة لحبي يقوله حابب دائما نشوفه كمدرب لكن ماني حابب انه يتعامل مع دي لورنتس تحديدا بدي انتو اراكم بالتعليقات وعلى سيرة الحماس بدنا جمهورة شيلسي حاليا يعطينا رأيه بملفنا الحالي بالهو انزو ماريسكا مدرب بليستر سيتي مساعد في بيك وارديولا سابقا واللاعب السابق ايضا سواء في ايطاليا او حتى كان له تجربة بانجلترا حاليا هو حيكون مدرب شيلسي غالبا طبعا هو كان عم مدرب بليستر سيتي صعد معه الى البريمير ليغ وحاليا طلبوا نادي تشيلسي بالاسم تحديدا اجتمعوا معاه بعد ما كان فيه تفاوضل بينه وبين دي زيربي انه هال دي زيربي ام لا خلاص رو على انزو كان فيه خلاف بين اقبالي اللي هو تقريبا مساعد مالك نادي تشيلسي وبين وبين ستيوارت وما يسمى تقريبا ادارة الاخراج الرياضي يعني هن قزن المدير كيف بدأ احكلكم يعني مثل مدير رياضي تقريبا اقبالي بده دي زيربي والادارة الرياضية مين بده بده ماريسكا يا عين عليك وبينوا قرارون على انه هن اجتمعوا معاه وعجبتوا يعني عاجبهم كلامه وعجبوا بافكاره بطريقة مدحب كوارديولا يعني ومن هذا الكلام فعلا للرجع الى النادي بلغون بانه نحن متفائلين كتير بماريسكا وممكن نعطيه عقد وممكن يشتغل معنا ممكن يبافكاره تركب معنا بالنادي وما الى ذلك فحاليا تشيلسي تقريبا قريب من انها اي الصفقة انزو ماريسكا نفسه هو منفتح على الانتقال لتشيلسي ويستلم تدريبا واخبر الستر سيتي بانه بده يخرج هذا الشيء بحسب فبريزو رومانو طبعا اتفقوا على العقد على الراتب وعلى كل شيء طيب شو رأيك بهي الصفقة هلأ ما فينا نحسن كل شيء لانه الرجل يعني تجربة طويلة نقيسة عليها بس فيني يعطيك تقريبا الشكل العام اللي بيلعب فيه هو بيلعب بطريقة 4-3-3 بالحال الدفاعية بتتحول ل4-5-1 لما بيرجع بيرجعوا الجناحين وبيضموا للعمق بيصير الشكل 4-5-1 دفاعية بيلعب بكتلة منخفضة يعني بصير 4-5-1 بكتلة عميقة اما لما بده يهاجم فبيصير الشكل 3-2-5 من 4-3-3 ل3-2-5 معناها اكيد في موضوع الظهير المقلوب نعم في موضوع الظهير المقلوب واللي هو ممكن يستفيد من ماركو كوريا ممكن يستفيد من هذا اللاعب تحديدا مثل ما بيعمل زينشينكو مثلا مع الأرسنال مثل ما كان يعمل كانسيلو أيام الستي او حتى غيره وغيراته يعني كل الفرق عم تعتمد على هذا الموضوع يورجون كلوب عمله مع أليكساندر أرنولد نوعا ما وحتى أزابتكم مثال واضح كتير يعني أحيانا كوندي بيعملوا أحيانا بيلعب هذا الدور وفي عندكنا لعب بيعملوا تلقائيا بالخبرة واللي هو داني كارفغال ففينا نعرف أنه بيحتاج هو ظهير بيصير مقلوب بيتقدم بجانب المحور وثلاثة بيصفوا دفاع بلحظة الاستحواذ يعني لما منستحوذ بيصير فيه ثلاثة اثنين وأمامهم أربعة واحد يعني خماسي بيهاجم بخماسي اسلوب الضغط بيتبعوا بيضغط بوسط الميدان وكتير بيركز على موضوع الضغط العكسي هل في عنده سلبيات في اسلوبه ما في مدرب ما عنده سلبيات دائماً منذكرة لا يوجد مدرب كامل أبداً مشكلته بالثغرات اللي عم تظهر معه بالشق الدفاعي تحديداً يعني دائماً ما كان بيتلقى أهداف في طريقة غريبة فريقه يعني هل هذا شيء ممكن يفرق بين ليستر سيتي وبين تشيلسي الله عالم هذا شيء منعرفه بالمستقبل عادة اسلوب الفني اللي هو عن جد مثير وانه انت بتتحمس لحتى تشوفه هو اهتمامه بالتفاصيل يعني يقال عنه وبينكتب عنه انه هو شخص مهووس بالتفاصيل بحب يدرس الخصم لساعات طويلة جداً وانه هذا الموضوع اتعلمه بفترته مع بيبي جوارديولا طبعاً لا ننسى انه ماريسكا هو اللي كان مع جوارديولا بالثلاثيها يعني الرجل عن جد له وزنه كمساعد يعني لانه بعد ما خرج ميكل أرزي التابقي هو وكانت الامور عال مع بعض بس حطول انتوا رأيكم بالتعليقات شو رأيكم بالموضوع شو رأيكم بالصفقة بشكل عام هل متفائلين فيها ام لا وخلينا نطير شوي مع بعض الى برشلونة منشوف انه هنزيتر فليك اليوم حيوصل الى بلاو جرانا واليوم حيوقي على عقوده هذا الشيء بحسب كل التقارير وجميع الصحب حتى فابريزي رومانا بأكد بانه اليوم سيصل هنزيتر فليك الى بلاو جرانا برشلونة وحيوقع عقد لمدة ثلاث مواسم طبعا اتفقوا على كل شيء بعض التقارير بتحكي لك بانه راتبور ما يكون اقل من تشافي هرنديز وبعض التقارير بتحكي لك بانه تقريبا هو نفس الراتب لكن انا وين تعليقي على هذا الموضوع اول شي بالنسبة للصحف الكتالونية تحديدا دائما بحذركم من هذا الموضوع تقريبا اخر 72 ساعة ذكر حوالي 10 صفقات حيتعقد معهم برشلونة وانهن كلياتهم اخذوا الضوء الاخضر من هنزفلك يا جماعة اذا الرجل هو ما درب برشلونة يعني هو لم يوقع على عقده يعني هو ما نمدرب للحظة تصوير الفيديو اليوم فجرا فهو ما نمدرب لبرشلونة فكيف عطت الضوء الاخضر هذا الشيء غير موجود بكرة القدم يا جماعة غير موجود يفكروا بصفقات وكذا ما في هذا الشيء يا جماعة نهائيا اه ممكن مدير رياضي وقت قاعد معه اخذوا قطين اتبادلوا اطراف الحديث اه شو وجهة نظرك عن كذا عن كذا بسك مجرد كلام فكل الصحفي بيسمع كلمة بيبني عليها مقال كامل وبيلش يرووج لك ياها يعني بيكون ما رئفة لقطت كلمة مثلا مثلا احكي لك مثال لقطت كلمة لنفترض برناردو سيلفا فبيحكي لك اخذوا الضوء الاخضر بشأن برناردو سيلفا بجلس هو عم يسبع عليه يعني انت ما بتعرفوا وشو كان عم يحكي الله عالم لكن هانزي ترفليك مرحلة جديدة مع بلاو جرانا برشلونة شخصيا وبكل امانة بعد ما عملت فيديو مخصوص عن الرحيل تشافي باسوأ شكل ممكن للأسف وتكلمت عن هانزي ترفليك اغلب الناس ما كملت الفيديو للاخر فكرت ان الفيديو تطبيل لتشافي هوي الناس لا انا عم يحكي انه انا عم جد مزعوجي طريقة خروج تشافي لكن هذا لا يعني انه والله نحن ضد هانزي ترفليك لا ابدا بالعكس انا بوجه الرسالة لجماهير برشلونة وحكيتها بالفيديو وحكيتها على فيسبوك لازم تؤمنوا بهذا الفريق قدر الامكان اذا انت بتحب النادي هذا اللي بتشجعه لازم تدعم هذا المدرب لازم تؤمن بفريقك بوضعه الحالي قدر الامكان وتحاول ما تكون متطلب بشكل كبير وما ترفع سقف الامان ليش؟ لانه هذا الفريق منهك بكل ما تحمله الكلمة من معنى هانزي فليك ربما يحصل لك كتير من الامور اكيد ابرزها العامل البدني موضوع الضغط موضوع الشخصية وهذا اهم شيء كانوا بيفتقدوا برشلونة باخر موسمين او حتى اذا بدك بدون اي مبالغة بجد من ايام 2018 تقريبا اما محورنا قبل الاخير فهو بمدريد وهن محورين مع بعض اول شيء لوكا مودريتش بشكل سريع كما ننسيت اذكره بالبداية مع اللاعبين لوكا مودريتش واللي ملفه غامض لحد الان هل ممكن يخرج؟ هل ممكن انه يبقى؟ طبعا فبريزا ورمانو كان يتكلم بشكل دائم بأكد بانه لوكا مودريتش ما عنده اي مشكلة وحابب انه يخفض بيراتبه وما عنده مشكلة يكون لاعب دكة بالنسبة لريال مدريد للموسم القادم لعب دكة هو مو شيء سيء على فكرة بالعكس لما حينزل حيقلب لك مبارات حيكمل لك شيئا ناقص من مبارات بحداتها امنيته هي الاعتزال بريال مدريد وانه ما يخرج حاليا خرجتو نكروس بدأت التساؤلات هل حيبقى لوكا مودريتش ام لا لكن لاحظت انه بردت الاخبار بشكل كبير عنه يبقى هون لازم احنا ناخد مبارح تصريح لوكا مودريتش لما قال طالما لطالما قلت انني اريد الاعتزالة في ريال مدريد لا يوجد نادم بعد ريال مدريد اريد الاعتزالة هنا في نادي حياتي نفس كلمات توني كروس على فكرة 100% فهذا التصريح اخدوا فابريزو رومانو متل ما هو وكتبوا هذا الكلام لما فابريزو رومانو ما بيعلقى على هذا الموضوع فهم بدأت التساؤلات انه هل ممكن ان يرحل لوكا مودريتش ام لا وهم بدأ يضقنا قوص الخطر على فكرة بالصفحات والاجواء المدريدية انه يعني بلسانهم انه خسرنا توني كروس ونخسر مودريتش لا قلبي الصغير لا يتحمل انا ما اني مشجع لريال مدريد وعنجد قلبي الصغير لا يتحمل بدنا يا اخي بدنا مو بس موسم تاني اخي عدك بس ما علش عدك وبيكفي بس انا شخصيا لا زلت بظن اذا كان لوكا مودريتش فعلا مستعد انه يخفض راتو اظن انه لا لوكا مودريتش هيبقى مع ريال مدريد على الاقل مو على الاقل موسم اضافي وبعدها حيعتزل ولا مزيدة من العزف مع فيروز كرة القدم اما محورانا التاني بالنسبة لريال مدريد فهو ديفيد انشلوتي ديفيد دي انشلوتي ديفيد او ديفيد هلأ ديفيد او ديفيد هو عن جد انا ما دورت على فكرة ما علينا ديفيد انشلوتي ابن كارو انشلوتي ابن الحجي تكلمت كثير من التقارير بانه فيه كثير من الاندية من فرنسا من انجلترا تحديدا بشكل كبير بل حتى انه فيه اندية من المانيا تواصلت معه ومن ايطاليا يعني فيه كثير من الاندية حول العالم لكن اكتر شيء الانجليز تواصلوا معه في اندية ما حد حدج اسم اي نادي ابدا انه عنده فرص دريبية هو ممكن يغادر ريال مدريد حاليا وهيك بيكون ريال مدريد خسر توني كروس من على ارض الملعب وخسر ديفيد انشلوتي من على البنش بشو بناب ديفيد انشلوتي يا زلمي انت هلأ جاي مشان تحكيلي عن مساعد المدرب لا صديقي مساعد المدرب شغلة كبيرة وببعض الاحيان بدون اي مبالغة انا مرأة معي سيفيات بعض المدربين عن جد بدون مساعده هو بيضيع بيضيع يعني عن جد بيضيع يعني في قسم كبير او جزء كبير من شغله ما عاد يبين معاك في تأثيره يعني هو كرجل ظل هلأ كل مساعد مدرب بيكون له شغل معين انتبه ولا مثلا ديفيد انشلوتي هو شغلته ووظيفته بريال مدريد شو شغلته شو بيعمل يعني ابو شو مشغله الحجي اي يوله ليك انت شغلت لك قبل كل ما نواجهه هنا يعني كل منافس بدنا نواجهه انت بجيب لي تقرير كامل عنهم تقرير كامل كيف بيلعبوا كيف بيهاجموا نقاط الضعف نقاط القوة وبتحط ليها بطاولتي هلأ انشلوتي اذا فضي بيشوفهم ما فضي ما بيشوفهم يعني هيك ماشي الحكاية ايضا عندك المساحة التدريبية يعني تدريبات ريال مدريد هو المشرف عليها بشكل دائم يعني تدريبات ريال مدريد بتقوم بالشراف كارلو ديفيد انشلوتي بحد ذاته بيخبر الحجي وهون انشلوتي اما بيقرر يعمل التبديلات او لا يعني وفقا لنظرة النهائية لانه كارلو انشلوتي هو الافصل يعني هو الاول والاخير بالنهاية لانه هو المدرب هو الخبرة هو الكنز فلهيك ممكن تفهم مني قديش اهمية ديفيد انشلوتي بريال مدريد وليش هو برجل انه ممكن تفرق كتير حسابات ريال مدريد اذا خرج بهذا الموسم لانه اول سؤال سيطرح من هو مساعد كارلو انشلوتي بدون مساعد ما في مدرب بدون مساعد على الفكرة يعني لا يوجد ما بيمشي الحال ما بتزبط ما بتمشي الامور بالاساس كارلو انشلوتي بولايته القديمة مين كان مساعد مدرب زين الدين زيدان يا جماعة انت ما بتقدر يعني مهمة التدريب اليوم ما بتمشي بلا مساعد مدرب فهذا الموضوع انا برأي يستحق النظر يستحق البحث يستحق الانتظار والتدقيق ما عملنا الرسالة لجماهير تشلسي لجماهير برشلونا الان الرسالة لجماهير مانشستر ينايتد ايرك تنهاد رس لا مرسميا لا رح يقال ولا حيمشي الزلمة ما منعرف شيء لحد عن لكن فابريزا رمانا بأكد بانه خلال هذا الاسبوع هذا الاسبوع يعني اليوم نحنا اليوم الثلاثاء صفي بقي ثلاثة اربعاء خميس جمعة عندهم هنا يعني جمعة بيخلص عندهم جمعة سبت احد ليوم الاحد تقريبا ليوم السبت او الاحد يعني خلال هذا الاسبوع سيحسن ملف ايرك تنهاد اما سيبقى او سيرحل الموضوع شو بالنسبة لأيرك تنهاد منفتح تماما وقالها بلسانه انا منفتح هذا الاستمرار لدي عقد هنا وانا مستمر مع منشستر يعني طالما انه ما اخبروني انه سيرحل فانا باقي طيب شو بالنسبة للادارة وخليني بعدين بعطيكم النصيحة بالنسبة للادارة حيجلسوا مع بعض حيناقشوا ويقيموا الوضع بشكل كامل هون ما في اي تسريبات لا تصدق اي تسريبات بتحصل حاليا يعني شو هي نظرة الادارة الرياضية للمستقبل لانه هي هون المفصل بيكون يعني هي شو نظرتهم للمستقبل وبعدها هيقرروا اما بيبقى ايرك تنهاد او بيرحل وبيبحثوا عن بديل هل من في بودلاء حرفيا ما صفي بودلاء بليفل عالي يعني الوحيد اللي صفي تقريبا ديزيربي ما بيقى غيره ما بيقى ولا واحد طبعا الادارة وممثلة بشركة انيوس حاليا او ليفنا نختصر بكلمة انيوس هنو يتواصلوا مع عدة مدربين اخرين بحسب فابريزورمانو من هنو الاخرين علي الحلال ما بعرف يا جماعة ولا حدا عم يحدد اسماء ولا عم اقدر اوصل حتى يعني في عندك مثل ذاتتك فيه اكتر من صحفي مقربين جدا من اليونيتد ما عم يذكروا اسماء ابدا وكأن الموضوع السري بشكل مبالغ فيه او عندي ظن بان الموضوع ميها نبحت يعني انه ما بدون يذكروا اسم انه مو حلوي عنا مدرب نحن حاليا نحن بنذكر اي اسماء اخرى الان بعد الاجتماع هيقرروا اما بيبقى ايركتنهاج او انه بيكونوا مثلا منا متفقين على النظرة المستقبلية الرياضية فوقتها بينفصلوا بشكل حبي لو انا مدرب بمانشستر لو انا مشجع لمانشستر رونيتد عفوا شو وجهة نظري بالموضوع انا حكون راضي عن اي قرار سيتخذ ابدا طبعا لا يعني انه صح او خطأ ما بنعرف شو بيحصل بالمستقبل ليش يا نسيم راضي لا حكي لك ياها ببساطة لانه ابتداء من الموسم القادم هي بداية جديدة مع اليونيتد جديدة واركز على هذا الموضوع الموسم الماضي ما كان في ادارة رياضية ما كان في شيء اليوم انت عندك عتاولة على مستوى كرة القدم يعني عتاولة بالادارة الرياضية مو اي ناس هيك شغال هيك سمن دحل قصة ماشي شلو من كانوا وعلى الله ويالله لا في ناس حريفة ادارة الرياضية عم تشتغل فاذا كان قرارهم هن انه يبقى ايركتنهاق برابو انا راضي عم احكي لو اني منشجع لمنشستر اذا كان هن رؤيتهم الرياضية ما في توافق معاه ومشي كمان انا راضي ليش لانه مشروع جديد فسواء مع ايركتنهاق يعتبر مشروع جديد مع غير ايركتنهاق ايضا يعتبر مشروع جديد هاي وجهة نظري الشخصية ما حزوية كلام ابدا مننتظر حتى القرار النهائي خطونا انتوا اراءكم بالتعليقات بهذا الموضوع وبجميع المواضيع اللي اتكلمنا عنها لا تنسونا ما تفعلكم مثل ما وصيناكم بالبداية بشوفكم انا خير شاء الله تعالى والسلام